كانت الكرنشات في عدن ولا زالت أماكن يقصدها المواطنون كمتنفسات ومصائف عامة موسيقى بشغف وحب كبيرين اكتسبت هيبا ناظم خبرة واسعة في صناعة البخور وأنواع العطور وخلال ستة أعوام فقط استطاعت أن تؤسس مشروعها الخاص في مدينة اشتهرت بصناعة البخور موسيقى كان حب العمل يعني هو يعني حب وعشق للعمل نفسه يعني فكان في بداية الأمر أحب أني أقرب أستطلع أسأل أتعلم يعني كانت دائما معي دفتر ملاحظاتي مع القلم على طول وأسأل أهلي أسأل الناس كنت يعني استفيد من خبرات القدات بداية الأمر كانت أشوف الوالدة اللي حفظت عمل كنت أسأله أحب عمل أحب أشوف إيش صلح يعني بدأت يعني كان عندي حب شقن زي ما قلنا حاب العدني شقنت إنني كيف عمل إيش صلح كنت خلاص أخذت الفكرة مني أخذت الفكرة من ناس كتير يعني يعني الحمد لله بدأت أصلح بعدين كلمت زوجي قال لي يعني ليش يرحبا ما تأخذيش العمل هذا كعلامة تقارية قلت ترى والله فكرة حلوة يعني بدأت أفكير بك علامة تقارية يعني في بداية الأمر كان يعني عادني بداية كنت عادني صغيرة إني عادني درس تنوية فكانت الفكرة يعني مش مقبولة لدى الكل بس الحمد لله يعني بدأوا يتقبلوني أول ما شافوني أنا مصمي مع العمل موسيقى كمرأة عاملة في مجتمع محافظ احتاجت هباء للكثير من الدعم المعنوي وهو ما وجدته في عائلتها وزوجها غير أن إصرارها على العمل وقدرتها على مواجهة التحديات فتح أمامها أبواب النجاح لينتشر عبق بخورها في نطاق جغرافي واسع امتدى إلى خارج الوطن كعلامة تجارية مسجلة موسيقى طبعاً في بداية الأمر الأهل كانوا معارضين يقول لك أنت يدعميك دراسة وبعدين داخل على زواج يعني الأمر صعب جداً يعني متعب كيف أنت تشوفي نفسي قلت لهم أنا شتي يعني مصمم صل أصممت أصرار بعدين زوج الله أحفظه وكان داعمني جداً 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 يعني كان قولي دامنيك تحب الشغلة هي بخلاص بتي بدعيبة قلت لأيواني ما أحبش أني يعني أقني مالقد ما أحب أني أقني يعني سعادة على الناس يكفيني الكلمة من الزابون ما قوليك أنا أرتحت لما شميت حاجات كده كده يعني تحس أنه الوضع غير فكانه دعمني مادياً ودعمني معنوياً الحمد لله بدأت مشواري وتوفقت وبعدين مع نحا المجتمع الكبير اللي هو طبعاً العملاء فهم كان الداعم الرئيسي والأساسي في منتقات يعني حتى كانوا كانوا بينهم علاقة الصداقة نحن كانت تقول لهم أعطوني يعني إيش يعني إنتم كيف تشوفوا المنتقات بالنسبة لكم من ناحية الإيجابية والسلبية لأن أنتم أي سلبي تعطون حياته هادية بالنسبة لنا لتطوير المنتقات إلى الأفضل موسيقى صعوبات كثيرة لازالت تواجهه بناظم ضعفتها حرب الإنقلاب التي أثرت كثيراً على المشاريع الصغيرة وعطلت حركة التجارة والسياحة وكان لذلك أثر على هذا النشاط التجاري الوليد موسيقى موسيقى العطور يعني ارتفع سعرها إلى خمسين إلى مئة في المئة يعني هذا يعتبر بشكل غنوني كذلك عملية الإسر بالبريد اليمني طبعاً البريد اليمني فيما قابل كان العملية سهلة جداً بعد الحرب اضغلق البريد يعني وقع علينا الأمر صعوبة جداً برغم أن الزبائن اللي الآن هم مستمرة نحن نرسلهم حتى أحياناً يكون سعر الإرسال أغلى من سعر الضرض كذلك من المعوقات اللي واقهتني هي أنه كنا نتمنى نحن نشارك في المعارض الدولية من ضمن القاريات الدبي العالمية في الوقت الراهن هم يعني مع أوضاع اليمنيين والفيز صعبة جداً ونتمنى نشارك يعني في المعارض الدولية كانت في الخليجة البحرين يعني بشكل عام صناعة البخور تمر بمراحل عدة قد يستغرق مدة بعضها العام والأهم من ذلك الإمكانيات التي تتطلبها هذه العملية بدءاً بالمكونات الصناعية من عطور ومسترزماتها وانتهاء بعمليات التحضير ووصولاً إلى تشكيلات جديدة تكون قادرة على المنافسة ليس فقط في الأسواق المحلية وإنما أيضاً في العالمية كما تقول هيبا نابن من راحية العطور الأفكار طبعاً أنا عند خطة إمتاج سنوية تتلخص بأنه مثلاً شهرياً يكون عندي نوعين ثلاثة أنواع من العطور يعني دائماً أحب أني أبتكر إيش هم العطور أشوف إيش اللي تقانس دا مع هذا يعني هو كله بنسب طبعاً أحيان يكلفني العطر الواحد أعمله ثمانية أنواع من العطور بنسب مختلفة أحيان عشرة أحيان خمسة عشر أحيان لعشرين نوع من العطور يعني يعني يكون يعني أغير من العطر تماماً يعني يكون إيش اسم قديد يعني زي ما الآن في بداية الأمر يعني عدن حد أخنا في هبابة عدن أبتكرت يعني عطر أنا وكان سيمة وعطر البخور ما شاء الله من أول مرة ضبطت معي يعني ورغم أنه خلطاته ما هي مسهلة أبداً يعني العطر الواحد أقل كمية له أربع عطور يتوصل إلى عشرة من أنواع العطور بهذا زي ما قدت لك عطر أنا وسمة وعطر البخور من أول مرة ما شاء الله وكذلك البخور يعني حتى بخلطاتنا البخور نعمل حوالي عشرة خمسة عشر نوع من العطر إضافة للعطور الداخلية يكون غير العطور اللي فوق يعني هو عملية افتكار أني كنت تحبي الشغلة كل ما حبيت الشغلة كل ما أبدعتي أكثر طبعاً دي بعض من المنتقات نحنان من البخور هذا بخور الملوك طبعاً سعر القرص 30 ألف يمني زي ما أنتم شايفين كمان معاً نحن هذا بخور زمردة قديد دي أنواع قديدة طبعاً معتقة طبعاً كل ما كان البخور معتق كل ما كان حلو سعر القرص 20 ألف هذا بخور الأميرة هذا قراص هذا بخور خيالي كذلك معنا هذا بخور ملكي بخور عرايسي هذا طبعاً العودة الملبس طبعاً في هذا الأمر كان البخور عندنا نوعين أربع أنواع لا قد معنا أكثر من 20 نوع هذه طبعاً بعض من أنواع الطبخات العرايسية تجيها كده كبيرة وهذه نص طبخة كمان عرايسي طبعاً نحفظها بالقزير عشان ما يتعرضش الهواء طيب ننتقل لمرحلة اللي هي العطور المطبوخة زي ما أنتم شايفين هذا مخلطاً ملكة طبعاً العطور مطبوخة هي من أصعب المراحل بالعطور زي ما أنتم شايفين هذه مخمريات بنت السلطان شبه العطور مطبوخة كيف تكون هذه عطر الدهب شو لونه زي الدهب هذه العبوات الخاصة طبعاً تبعهم هذه مخمريات بنت السلطان معتقد قريباً لسناء مدفونة تحت الأرض بالتراب سعر حق التولات غريباً تطلع ثمانية ألف ريال يمني محمرة جداً عشان هي زعفران على العود تدفن تحت الأرض لأنها عشان متعرضش للضوء ولا لأي شيء آخر فإنتقل لها عطر جديد طبعاً تكون كل ما كان تعتيق العطر طباخات العطر مختلفة كل ما كان السعار تختلف يعني أحياناً يكون عطر خلطة عادية مش مكلف علينا وقت ولا قهد عكس لما يكون عمليات دفن عكس لما يكون عمليات تبخير على تعطير على تخمير أحياناً نقص نخمر العطر ثمانية شهور سبعة شهور كل ما كانت مكونات البخور العدني داتا قودة ممتازة مرتفعة كل ما أعطناها البخور العدني ريحة غير يعني دايماً نعرف الروايح حق الزمان غير الروايح يعني اللي هي تكون مفتكرة يعني مثلاً البخور العدني معروف أنه هو بالعود بالضفري بالعطور الممتازة زي ما نعرف أنه سعار العود قد توصل من 100 إلى 1000 إلى 2000 دولار يعني معروف سعار العود مرتفعة إضافة إلى العنبر الرئيسي هم مكونات البخور الرئيسية يعني كل ما كانت مكونات البخور ممتازة كل ما كان قودة البخور أفضل تطمح هيبا ناظم بأن تصبح سفيرة للبخور العدني وتحلم بالعالمية وهي تسعى جهدة للوصول إلى هذا الحلم بالإجتهاد الدائم والعمل الدؤوب متناسية المصاعب والعراقيل سائرة بخطوات ثابتة نحو المستقبل المنشود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر